أستاذ محمد العنبي زيتوت لماذا يوصل القيد صالح نفسه إلى هذه الزاوية قالوا بالدرجة واشدخله يعني ما الذي يدفعه إلى هذا التماطل لماذا لم يترك الأمور تسير بالطريقة السياسية العادية نحن مثل ما قد في حالة الثورة والثورة تريد تغيير النظام وتغيير النظام عنده طرق يعني السياسية السالسة المراحل الانتقالية المهم أنه يكون نظام جديد ليس اشترارا للنظام القديم صحيح عندي تعديل بسيط لما تفضلت به الواقع اللي حدثت مع قيد صالح والعماري وتفليقة في 2002 لما وصل قيد صالح إلى سن تقاعد 62 سنة كما ينص عليه القانون والقصة بدون ندخل في نهاية تفاصيل فيها بعض تفاصيل فيها المكر أنه في النهاية فهموا وتفليقة فهم قيد صالح بأنه أنقذتك من الطرق وانا ذاك كان طبعا القايد صالح كان قايد القوات البرية رقم ثلاثة في الجيش والعماري كان رقم اثنين باعتبار قايد الأركان شوف المشكلة تعالى قايد صالح الآن وما معه من جنرالات راهم داخلين راهم بين قضيتين أو بين نارين نار الثورة الشعبية التي تطالب برحيلهم ورحيلهم جميعا ومحاكمتهم ومحاسبتهم بدأ يرتفع الخطاب كما تلاحظ ونار القوى الخارجية والمصالح الخاصة قوى الخارجية ممثلة في قوى كبرى على رأس الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ولكن أيضا في دولات صغيرة مثل الإمارات لا تقبل لا تقبل بحرية الشعب الجزائري تريد إعادة نتاج النظام وفهمت القايد صالح من أن إذا فعلا مضيت في قبول المطالب الشعبية والذهاب في الحل مصار سياسي هو كان ذكر قال أنه فيه مصار سياسي وليس الحفاظ على كلمة المادة 102 طيب ورأي المادة السابعة والثامنة مثلا حتى هذه لم تنفذ لكن نحن في مصار ثوري المصار الثوري معنى حل الثورية أقل شيء حل السياسية فهم فهمينوا هات القوى الكبرى من أنك أنت أيضا ستدفع الثمن وستجد نفسك مطارد أنا مع الرأي الذي أعتبره هو أيضا مسؤول بطبيعة الحال هل في ذلك شك؟ لا هو على الأقل من 92 إلى الآن كان عمود رئيسي داخل هذا النظام لكن أنا مع رأي أن فيها خضم هذه الفوضى وهذا التلاعب وهذه المخاطر على الوطن أن نجد مخرج والمخرج أن يفهم هو والجنات الذي نمعه أنه ممكن أن تعطي لهم حصانة وفق إذا قابلوا بشرط وشرط رئيسي يعني كما يقال بالفرنسوية وهي أنها يقبلون قبولا كاملا شاملا منطقيا مؤلنا بالحكم الشعبي والشعبي قرر مصيره وفق ما صار معلوم إذا ما نقبلوش هذا الوضع رأتك سبب آخر يعني موجود يعني يعني كل التحاليل ذكرت سبب الذي ذكرته الآن يعني هناك قوى خارجية لا تريد تغيير كل ما بكل تأكيد نعم لكن هناك سبب آخر أنه هو أيضا يوقع هو أيضا متورط للنخاع في الفساج ولذلك نعم ومثل ما هو ماسك عليهم ملفات أيضا جنرارات الوفيق والسعيد والجماعة ماسكنا عليهم ملفات وهذا هو دايدا المنظمة وهذه هي وهذه هي المشكلة اليوم لكن هو عنده مخرج الآن بما أن الشعب ما زال كين جزء من الناس يرى شوف يقول لك شوف هم كلهم مجرمين الآن خلونا ما بين الشر الأكبر والشر الأقل مش الشر الأصغر الأقل فالناس شافت باللي من النحية الموضوعية لكي ينجو الوطن ولكي لا ندخل في متاهات وفي غموض وربما في قضايا لا قدر الله لها هو أنه مهما كانوا شرام شادين عليه ممكن أن يلقى الدعم الشعبي إذا فعلا نضع فيما صار تسليم الحكم للشعب فهو عنده فرصة لكنها تتناقص وتتضاءل مع الوقت هو المرل الماضية فاق وعبر وقال لأن الوقت يمشي بسرعة وأنه لابد أن نقوم بعمل سريع نعم عمل سريع ما بقاش وقت القضية هي قضية ساعات وأيام ليس أكثر إذا لم يقدم على ذلك وينسى الضغوطات الخارجية التي تريد أن تبقى الجزائر دائما أسيرة أو الأصحاب التي شدنا عليهم ملفات فإنها مشكلة